اهلا بكم وابراج هذا اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شباط فبراير الفين واربعة وعشرين طبعا لدينا الآن القمر في برج الحوت بدرجة ستة وعشرين انتهى التأثير لصالح برج الحمل وايضا المريخ في آخر الدقائق في برج الجدي وبالتالي سينتقل خلال الساعات ربما العشر القادمة الى برج الدلو وهي بداية جديدة لوضع تكوين جديد وخلينا نتعرف على مولود هذا اليوم يحمل خارطة رقمي 3-4-4 هذا المولود صعب ايقافه صعب يعني اقناعه سيكون ربما طموح جدا مستقل جدا وصريح جدا قد تبدو صراحة ايضا جارحة في بعض الاحيان وفي بعض المواقف اذا خلينا نروح الى توقعة الابراج لهذا اليوم الحمل طبعا اليوم نستطيع اليوم ان نبادر ان نقوم بتغييرات نستطيع القيام بفرصنا الان هي افضل بكثير وايضا طاقتنا النفسية مرتفعة جدا فبالتالي هي فرص مهمة جدا للقيام بذلك اليوم اصحاب برج الثور نشعر بخمول بتعب ولا يفضل اليوم مراجعة ربما طبيب او زيارة طبيب او اجراء فحوصات ليش يعني التكوين في حالة تراخي وتراجع وبالتالي ربما تأتي النتائج غير دقيقة وتضطر مرة اخرى ايضا ان تعيد نفس هذه الربما الفحوصات ايضا نشعر بهناك يعني لدينا رغبة بان نفذفظ او نصرح بالتالي هذه نقطة لازم ننتبه لها مع من ايضا ان تكون هذه ربما اللقاعات الجزاء يقضي للبعض وقت ممتع هذا اليوم مع اصدقاء مع محبيه وفرصة ربما ايضا للاقتران ربما والارتباط والزواج هذا اليوم وعلينا ان يعني نعمل دائما باجراء تغيرات وتعديلات في مجمل حياتنا الحالية اصحاب برج السرطان احنا اليوم في اجواء طبعا مواجهة طبعا اليوم ربما في مجال العمل نبدو ايضا دؤوبين جدا مثابرين جدا لكن قد لا نصل الى نتيجة مرضية او مقنعة السبب ليس في نوع العمل بقدر ما هو في انه اليوم بذبذبات قد لا تمنحنا هذا الشعور النفسي الاسد قد نتلقى وفرنا الاتصالات الخارجية الداخلية وايضا ربما نعقد الكثير من اللقاءات المهمة وقد نخرج بنتيجة ايجابية وهذا جيد وايجابي اصحاب برج العدراء تزداد نفقاتنا هذا اليوم وقد تبدو ظروف امامنا غير واضحة متذبذبة متقلبة البعض ربما ايضا قد يحاول ايضا اجراء نوع من الرعاية الصحية بالتالي هذا لا بأس به بقدر ما يعني ان نبتعد عن التداخلات الجراحية الآن غير مفيدة بل هي ضارة اذا لم تكن مضطرين لذلك الميزان عليكم تجنب وضع انفسكم في مواجهة مع الشريك هذا اليوم لا يفضل اليوم انتقاد او لوم او ايضا قد نطرح مواضيع غير مجدية فبالتالي ننتبه لهذا الموضوع وان نهتم في الجانب المالي ونفكر كيف ايضا ان نطور قدراتنا خلال المرحلة القادمة اصحاب برج العقرب اليوم نشعر ان احنا لسنا بطاقتنا ربما نشعر ان هناك تراكمات من العمل هناك من يكلفنا بمهام اضافية او البعض ربما هو راغب ان يبقى الى فترة اطول في مجال عملة يعني في هذا الموضوع لكن هذا قد يؤثر على صحتك اذا لم تمتبه لهذه النقطة القوس اليوم نلعب الحظ دور واضح هناك عوامل للحظ قد تبرز في موضوع مهني في موضوع مالي في موضوع عاطفي في موضوع الى صلة ربما بالعلاقات الى صلة بالسفر فبالتالي ان تستغل هذه النقطة هي افضل بكثير من ان يعني تتركها تمر سدى الجدي قد يكون هذا اليوم الجو العائلي مشحون بالبغوطات الصعوبات قد لا نستطيع ايفاء بالكزامات ليس بمقدورنا هذا اليوم ربما التحكم باعصابنا لذلك ننتبه في هذا النقطة وان لا نغالي برد الفعل وان نترك الامور تسير بشكلها الروتيني الطبيعي اصحاب برج الدلو اليوم قد نغادر الاجواء المتعبة الى اجواء افضل هناك فرصة للقيام بسفر لتغيير سكن ربما اليوم غد افضل فعليك ان تستثمر هذه النقطة وايضا هي انتقالة بمثابة تغييرات مهمة في حياتك اذا اصحاب برج الحوت انتم في الوقت الذي يضعكم بمواجهة مع الذات ليش لانه عليكم الان ان تبدون بالتغيير والحصول على مطالبكم واكيد بالتأكيد ايضا فرص التدبير عليكم ان يكون هناك يعني نوع من التدبير القادم هو افضل من المضة في حياتكم ليش لحتى ما نقع فيه ربما تفاصيل سلبية لاحقا اكيد الله علام بذلك مشاهدين او دل الجملاء لكن بعد الفاصل